أهلا وسهلا فيكم بقناتي الإنجليزية مع داعد على اليوتيوب المنهاج اليوم اللي رح نشتغل عليه هو منهاج الصف الثاني المنهاج الجديد طبعا يوجد على القناة فيديوهات تعليمية للصف الثاني منهاج قديم لا يوجد فرق كبير بينهما هناك فقط 20% من التعديل أو التغيير لذلك بإمكانكم الاستعانة بالفيديوهات السابقة للصف الثاني لا تنسوني من اللايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد معكم أنا داع الديبو خليكن معي Let's begin Unit 25 Revision 5 Exercise 1 What do you do on Friday on Saturday? We go to the park We play football We talk to our friends And we eat ice cream Exercise 2 Read and listen to the words Then mark them all the pictures Watermelon Yellow Visit 16 Zoo Exercise 3 What shall got in her basket? She's got a book Exercise 4 Read the questions Choose the correct answer When? What's the matter? A I've got Eric B No I've got Eric 2 Who's got a black hair? A Selma's got a brown hair V Zayna has 3 What does your mother do in the afternoon? A She gets up at 6 o'clock B She reads a book 4 Has Joel got a headache? A A Yes he has B He's got a headache Exercise 6 Project Make a poster about what you do to stay fit You need A card A sticky tip Scissors Some crayons And some photos معاني كلمات الدرس الخامس والعشرون دين الكلمات ونحن Go يذهب بارك متنزه Play يلعب Talk يتكلم Friends أصدقاء Our friends أصدقاؤنا Eat يأكل Ice cream بوضة سؤال وجواب الدرس الخامس والعشرون والدرس الأخير Ask and answer السؤال الأول What do you do on Friday? I play football on Friday السؤال الثاني What shall got in her basket? She's got a book Welcome to the activity book Unit 25 Revision 5 Exercise 1 Read and write اقرأ واكتب حلو طيب هلأ أنا في عندي أيام الأسبوع Saturday Friday Tuesday وكل يوم أنا بعمل فيه شغلة ماشي خلنا نشوف الجملة الأولى We go to the نحن نذهب إلى ماذا On فراغ يعني نحن نذهب إلى المتنزه يوم الجمعة حلو الكلام خلنا نشوف الثانية We play فراغ On on فراغ نحن نلعب ماذا يعني كرة القدم يوم ماذا الثلاثة كمان سهلة We eat نحن نأكل ماذا يوم ماذا أنظر إلى الصورة وأكمل الجمال في الأسفل بالأحرف الناقصة يعني بننشوف الصورة وبننكتب الكلمات الناقصة سهلة طيب طيب بس رح ساعد شوي ماذا تفعلين يا زينا يوم الأربعة أنا أزور حديقة الحيوان الساعة ماذا السادسة والنصف أقرأ السؤال انظر إلى الصورة واكتب الجواب طيب شو السؤال عندي ماذا لدى جيل في سلتها هي لديها كذا وكذا وكذا أو كذا كذا وكذا ما نشتغلهم بشكل ثنائي يعني بيكون معنا حدا تاني نسأل ونجاوب اوكي بعدين ما نقرأ الأسئلة ونطلع على الصور ونجاوب حسب كل صورة ماذا تفعل أخذك في الصباح ما المشكلة ثري هاز أومار قطع رأيك فور هزه قطع رأيك من لديه قبعة زرقاء